السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم بلا العراقي ولايف جديد مع بلا العراقي ورد قاسي من مسماني على كل الكارهين للأهلي مسماني النهاردة مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي أجرى حوار مطول معاه النهاردة وخرجنا من الحوار ده ببعض النقاط الهامة اللي هنترحى على حضراتكم في اللايف دوت في البداية طبعا ما ننساش نعمل لايك وشيل الفيديو ولو مش بتابعينينا على الصفحة بعد اذلكم ياريد تتابعونا مسماني النهاردة في الحوار اللي أجرى مع موقع النادي الأهلي الموقع الرسمي أجرى حوار مطول فاختفرناه في كام نقطة أولها طبعا أن مسماني وجه الشكر المحمود الخطيب طبعا أنه هو ادي له فرصة فرصة كبيرة جدا جدا ما كانش يحلم بيها مسماني لما بيقول على الخطيب كده هو عارف وبيقول ايه لأن الخطيب فعلا فعلا أما جاب مسماني من صندونز وي عشان يضرب الأهلي كان رزق ومغامرة كبيرة جدا كبيرة جدا وكانت مخاطرها عالية وكل الناس كل الناس المحبة للأهلي قبل الكارهين للأهلي كانوا قلقانين جدا المحبين للأهلي كانوا قلقانين ولكن الكارهين للأهلي كانوا بيشككوا بيشككوا أن جنوب أفريقيا يجي معك ايه دي أول مرة والكلام ده كله النهاردة بص يشوف الإنجاز اللي عمله فبالتالي لما بيخرج يشكر محمود الخطيب يستحق أن هو يتشكر محمود الخطيب على الرزق الكبير اللي عمله مع مسماني والفرصة الكبيرة اللي ادهاله عشان يدرب نادي بحجم النادي الأهلي مسماني طبعا اتكلم في حتة أن كان مدرب في العالم جات له الفرصة أن يدرب أكبر نادي في أفريقيا والوطن العربي فقال لك أن أنا محظوظ أن أنا جت دربت النادي الأهلي وطبعا قال لك أنا وصلت هنا وصلت أقضب هنا النادي الأهلي وصلت هنا بعد ما خدت بطولة أفريقيا مع سان داونز وشاركت في كاف العالم مع سان داونز ولكن ولكن الفوز بنفس الإنجاز مع النادي الأهلي له شأن تاني وله طعم تاني أدي مسماني بيتكلم عن النادي الأهلي وشايفوا أن هو كبير جدا وهو النادي الأهلي كده فعلا فخروج مسماني خروج من الباب الكبير كان من مسماني وقال وجه طبعا الشكر لكل الناس اللي اشتغلوا معاه سواء لعبين أو إداريين أو مدربين طبعا وقال لك حصلت في الأهلي على الاحترام الكامل من اللعيبة والجهاز الفني وكل المنظومة وحتى العاملين بص هنا أما ييجي حد مدرب خارج منك معاك من نص الموسم وبيتكلم الكلام ده وبيللك أن أنا حصلت على الاحترام الكامل من كل منظومة النادي الأهلي فإذا في عندك أندية تانية بتهين المدربين بتهينهم وبتخرجهم بشكل غير لائق الراجل طالع يبيلك أنا خدت الاحترام الكامل والدعم الكامل من كل العاملين ومن مجلس الإدارة وما حدش كان بيتدخل في عملي الناس اللي كان بتطلع والإعلاميين اللي كانوا بيطلعوا ويقولوا النادي الأهلي بيقولوا الخطيب بيتدخل والخطيب بيعمل ده ما كانش بيحصل خالص ما كانش بيحصل خالص والراجلة هو بيقول الكلام ده طبعا وقال أن أنا سعيد بما حققت من إنجازات ولو بسيطة تضاف لتاريخ النادي الأهلي وده اللي بنتكلم عليه إن موثيماني الإنجاز الكبير اللي الناس شايفاه ده نقطة في بحر تاريخ النادي الأهلي اللي هو جاب 2 أفريقيا و2 سوبر أفريقيا و2-3 عالم ده نقطة في بحر تاريخ النادي الأهلي يا جماعة خلينا برضو نكون منصفين منصفاني عمل وعمل تاريخ ولكن الدنيا مش توقف عليه الدنيا مش توقف عليه وهو وصف اللي عمله ده إنه شيء بسيط وصغير جدا إنه شيء بسيط وصغير جدا وده الحقيقة وده الحقيقة هو كبير بالنسبة له ولكن صغير بالنسبة للنادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وموثيماني بعد النادي الأهلي السيفي بتاعه اختلف تماما اختلف تماما وأيا كان النادي اللي هيروح له هيطلب على الأقل ضعف اللي كان بياخده في النادي الأهلي وفي مؤشرات وكلام كتير إنه رايح قطر تمام في إحدى الأندية في قطر فهياخد بسبب إيه بسبب النادي الأهلي وبسبب الفرصة للدهاله النادي الأهلي إنه يكون موجود مع أفضل نادي في أفريقيا روطان العربي وكمان يحقق بطرات فدي شيء كبير جدا 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 وإضافة قوية لبيتسو موثيماني وقال لك بقى في نقطة مهمة جدا 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 ورد على كل الناس اللي طلع بتقول إن موثيماني ماشي والنادي الأهلي هيندم وبعد أول إخفاق للنادي الأهلي هنرجع نقول لا موثيماني يا ريتو أولا موثيماني بالكلام اللي قاله ده عادي جدا إنه ممكن يرجع تاني لإن العراقة انتهت بكل ود واحترام زي ما قالوا وانا هجاي لكم في النقطة إنه قال لك محدش أجبرني على الرحيل لم يجبرني أحد على الرحيل وقال لك بالعكس اتوفرت لي كل الصبل اللي يشتغل فيها أي مدرب كل اللي بحتاجه بتلاقيه تمام كل ترباطي كانت مجابة الناس اللي طلع وبتقول إن الخطيف فرض عليه وإن وصلوا وتخنقوا وعملوا وسووا ده كله ما فيش ما فيش أي فحة في الكلام ده نهائي نهائي وراجل بقول لك لم يجبرني أحد على الرحيل باقي احترام ما بين الطرفين تمام فيه أندية تانية بيخرج متهان بيخرج متهان وده عادت عادت النادي الأهلي من زمان حتى مع المدربين اللي ما كانوش بيعجبوا الأدارة أو كانوا يعني كانت نتيجهم سيئة زي مثلا كارتيرون لما جي النادي الأهلي حتى يمشي كان فيه احترام وخرج بطريقة لائقة لا صارتي اللي كان خسرنا خمسة من صندونز بي وساعتها كثبت دور بالعافية وي 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 إن لما جي النادي الأهلي يفسخ العقد أو يمشيه برضو خرج بالتراضي وخرج شاكر للنادي الأهلي تمام وحتى فيلر اللي هو اللي طلب يمشي برضو هو ماشي قال لك كان فيه احترام ود النادي الأهلي بقدارته بالكابتن محمود الخطيب بيده رسالة للناس كلها إن النادي الأهلي نادي قيم احترام ما فيش أي خلاف نادي بتعامل باحترافية كاملة باحترافية كاملة موسيماني قال لك من الطبيعي من الطبيعي إن عند الرحيل حاجة من الاتنين لازمة تكون حصلة إن المدرب مستق من النادي أو النادي مستق من المدرب فعشان كده بيمشي أو بيفسخ العقد قال لك مع النادي الأهلي حصل العكس مع النادي الأهلي أنا خارج مش مستق خالص بل بالعكس زعلان جدا إدارة النادي الأهلي حد آخر دقيقة كانت مرحبة بيا وكانت شايفة إن هو استمراره في مصلحته في مصلحة النادي والكلام ده كله وخرج بود وخرج بحب وخرج بأدب وشياكة كبيرة جدا 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 ده يدل أن النادي الأهلي محترف إدارة النادي الأهلي بتعامل باحترافية والنادي الأهلي في الآخر يا جماعة في الآخر ما بيقفش على حب ما بيقفش على حب كل الشكر لبيتسو موثماني ولكن نيجي بقى لحتة تانية بتاعت الجمهور طبعا بيتسو موثماني ناس كتير أو شكرته الإدارة شكرته بأكتر من طريقة كفاية أنه هو محدش أكبره عن الرحيل وهو لطلب الرحيل هو في كلامه حتى هو لطلب الرحيل والنادي الأهلي يحقله أنه هو ياخد الشرط الجزائي منه تمام ولكن اللي شرط الجزائي ده تلت شهور بما يقر تقريبا حوالي ربعمائة خمسين ألف دولار فمبلغ النادي الأهلي وقدرته قالوا له تمام ما فيش مشكلة وهنفسخ العقد بالتراضي وما فيش أي شرط جزائي ما بيننا ده ليه ده تقديرا تقديرا واحتراما للعشرين شهر اللي هو قعدهم وتقديرا واحتراما للجهد الفني اللي عمله وتقديرا واحتراما للبطولات اللي أضفها للنادي الأهلي وأضفها لنفسه قبل النادي الأهلي تمام ده كله أدب وده كله احترام وده كل نادي الأهلي بيقوله احنا مقضرين الفترة اللي قعدتهم ومحترمين جهدك النادي الأهلي ويه جماهير النادي الأهلي اللي مدركة كويس ويه عندها انتماء كبير للنادي الاهلي وعندها وجهة نظر بعيدة شوية شايفة ان مثماني وده لقى صح من وجهة نظري شايفة ان مثماني مدرب كويس جدا ولكن كان عنده بعض الاخطاء وممكن تكون اخطاء كبيرة في بعض الاحيان ده طبيعي لانه في الاخر بشر لكن ما نقدرش ننكر انه هو البطولات اللي اضافه ما حدش قدر ينكرها غير اي حد جايحي مثماني اضاف للنادي الاهلي تاريخ ولكن اللي اضافه ده نقطة في بحر تاريخ النادي الاهلي تمام واضاف لنفسه قبل النادي الاهلي فبالتالي الادارة شكرته الجماهير شكرته وخرج بشكل لائق وهو طلع النهاردة بيشكر الادارة وبيقول الكلام اللي حصل ما بينه وما بين الادارة على مدار عشرين شهر انه هو كان بتعامل باحترام كان بتعامل بود محدش كان بيتدخل في قراراته محدش كان بيتدخل في اختياراته واللي كان عايزه كان بيوجاب في مشاكل حصلت بقى بعيدة عن النادي الاهلي وهي في حصلت في النهائي ومشكلة كاس العالم لانديها ساعة كأس الامم الافريقية تدخلت مع موعد كاس العالم فدي كلها حاجات بعيدة عن الادارة بعيدة عن النادي فالراجل كان متقبل والراجل شكر النادي الاهلي ولكن بقى نقطة بقى اه لي الناس والجمهور عفوا البس كده شغال حصل مشكلة بس حصل مشكلة عفوا يا جماعة تمام نقطة بقى لي الناس اللي كانت بتتكلم وتقول ان موثيماني مش هنعرف نعوضه تاني وموثيماني الاهلي هيندم عليه يا جماعة يا جماعة مش كده موثيماني مدرد كبير وخلاص وكلام قلناه وشكرناه وكل حاجة وعمل وسوى وده كله خلاص قلناه لكن ان الاهلي مش هعرف يجيب غيره او هيندم عليه بعدين لا الاهلي عمره بيقف على حب الاهلي عمره ما وقف على مدرب او لاعب او اداري او رئيس ناني حتى تعاقبت رؤساء الاندية عن نادي الاهلي والنادي الاهلي هو هو تعاقبت المدربين عن نادي الاهلي والنادي الاهلي هو هو بل بالعكس النادي الاهلي اللي بيكبر اي عفوا البس في مشكلة بس بيقطع فكنا بنتكلم في نقطة الناس اللي بتقول النادي الاهلي هيندم على موثيماني وي مش هعرف يجيب غيره النادي الاهلي بيقفش على حب زي ما قلت المدربين تعاقبوا عن نادي الاهلي والنادي الأهل زي ما هو بياخد بطولات وعادي جدا اللاعبين بنجومهم بكل حاجة تعاقبوا عن نادي الأهل والنادي الأهل بياخد بطولات نادي الأهل بأي حد بياخد بطولات نادي الأهل في الآخر هو اللي بيدفل اللاعب هو اللي بيدفل المدرب هو اللي بيدفل الإداري هو اللي بيدفل العامل هو بيدفل أي حد فالنادي الأهل هو الكبير يا جماعة الناس اللي بتطلع وتقول إنه مش نعطل لا لا إن شاء الله بإذن الله حتى سامي امصان هتشوفه النهاردة يعني انا ما عنديش ثقة كبيرة في سامي امصان يعني لان حتى فيه تذبذب كبير في الاداء في الفترة اللي فاتت ومعوش لعيبة فت او تفنده لان النادي الاهلي كان عنده مشكلة في البدنيات فانا مش متفائل بمش واثق عفوا في سامي امصان ولكن ولكن انا عندي ثقة في الاهلي عنده ثقة في الاهلي وعندك ثقة في اللعيبة اللي ما بتيجي اوقات زنقة بيكونوا واقفين واقفة صح وده ده دور اللعيبة دور اللعيبة ان هم يوقفوا واقفة صح مع نفسهم ومع ناديهم مع سامي امصان بان ادام مدام الادارة وثقت فيه فبالتبعية كده الجمهور بيدعم بالتبعية كده اللعيبة بتركز كويس جدا بالتبعية كده بتلاقي كل الناس واقفة في ظهر هذا الرجل اللي هو سامي امصان بغض النظر لازم ان ندعمه لازم ان نقف جنبه ايا كان بقى انا بسك فيه ما بسكش فيه هيقدي مش هيقدي لا لازم ان نقف جنبه والنادي الاهلي النهاردة عنده ماتش مهم مع استر كامبني وبروفا قوية قبل ماتش الزمالك اللي هو يوم الحد وهيكون ماتش يعني صعب جدا على لعبة النادي الاهلي وعلى اسامي امصان لان انت ماسك في وقت وقت ضيق جدا ضيق جدا وبتستلم المهمة ولكن ولكن الجمهور هيكون في ظهرك لعبة اكيد اكيد لازم ان تكون في ظهرك وقابلهم الادارة في ظهر اسامي امصان وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي وده كان الفيديو بتاعنا طبعا ما تحرمناش من دعمك لينا بعمل لايك وشير للفيديو ولو مش تتابعنا على الصفحة يا ريت تتابعنا وان شاء الله نتقابل بعد مباراة الاهلي واستر كامبني المباراة ان شاء الله هتكون الساعة تسعة نتقابل بعد الماتش ان شاء الله في تمام الحادات عشر ونص باذن الله النهاردة بعد الماتش ولينا كلام تاني دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته